هذا وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الجدولة الزمنية للانتخابات الرئاسية 2024 حيث أعلن تلقي طلبات الترشح للانتخابات في الخامس من أكتوبر المقبل حتى الرابع عشر من أكتوبر وأكد رئيس الهيئة تحديد الأول من ديسمبر موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج ولمدة ثلاثة أيام على أن تجرى في الداخل في العاشر من الشهر ذاته وتستمر لمدة ثلاثة أيام وتجرى جولة الإعادة في يناير المقبل وتنتهي الإجراءات بإعلان النتيجة النهائية في السادس عشر من الشهر ذاته تجرى عملية الانتخاب المشار إليها في المادة السابقة وفقا للمواعيد الأتية خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر 2023 داخل جمهورية مصر العربية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ديسمبر وفي حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب خارج الجمهورية أيام الجمعة والسبت والأحد الخامس والسادس والسابع من شهر يناير 2024 داخل جمهورية مصر العربية أيام الاثنين والثلاث والأربع الثامن والتاسع والعاشر من شهر يناير 2024 المادة السلسة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحفتي الأخبار والجمهورية وعلى الجهات المعنية تنفيذه ترجمة نانسي قنقر